المحور الرابع والأخير هي حاجات تخص بقى الحضانة نفسها وأول حاجة عايزة أقولها لحضراتكم عن الحضانة إن النانز أو الدادات والله كلمة الدادة دي جميلة يعني النانز دي أنا بلاحظ إن إحنا من أول نبتدين أن نستخدم يعني كلمات الإنجليزية يعني التعليم كان زمان أحسن ولما كان الدادة أحسب مما كانت ناني مش مهم يعني خلاص مش مهم الدادة أو الناني أو كده دول مهمين قوي في الحضانات زيهم زي المدرسات ومساعدين المدرسات وزي الإداريين الدادات دول أو النانز دول عليهم مسؤولية جسيمة جوا الحضانة فأرجو أنكم وحضراتكم تعاملوهم كويس قوي عاملوهم كويس قوي لأن دول اللي بيكونوا في احتكاك كبير قوي مع الطفل في فترات طويلة وأنا هنا بتكلم على الأطفال الليسة صغارين كمان تمام؟ زي ما قلت لكم لا يقلوا في الأهمية عن المدرسات أو مساعدين المدرسات أو الإداريين الأكل كمان في الحضانة بيكون ثلاث مرات أو ثلاث وجبات فطار وغدا وسناك في ضرورة أن الحضانة تنوع في الأكل عشان الأطفال ما تزهقش كمان الحضانات الكويسة كلها بتقدم ثلاث أنواع من التقارير آه تقرير بس بيتبعد دلوقتي على الواتساب أو يعني بيتبعد خلاص؟ بيبقى تقرير يومي بيقول لكم فيه هو كان عامل إيه ابنكو أو بنتكو في الحضانة؟ كل ولا مكلش؟ ولو كل أكله ولا طلب زيادة؟ خلاص؟ أو إيه الأكل اللي مكلوش؟ تمام؟ نام ولا منامش؟ كان متفاعل وكان بيلعبوا كويس ولا لأ؟ بيقولوا لكم ده في تقرير يومي وفيه تقرير أسبوعي وفيه تقرير شهري كمان الحضانات بيبعثوا للأم والأب أنشطة الشهر علشان تكمل في البيت يعني تحفيز مش إجهاد يعني لما يقولوا لكم إحنا الشهر ده بنعلم الأطفال مثلا الخضروات أسماءها وأشكالها مثلا فأنتوا تقوموا تكملوا اللي الحضانة بتعمله أو بنعلمهم مثلا الألوان فاهمين قصدي؟ شيء تحفيزي مش شيء إجهاد أن احنا نجهد أو نسقل على الطفل ضروري كمان أن الحضانة تكون كل الأنشطة فيها موجهة لإسعاد الطفل وأن يكون التعلم من خلال اللعب والحواس نوم الضهر مهم جدا زي ما قلنا ولازم التعامل الصحيح مع قلق الانفصال اللي هو الأطفال اللي في الأول ما بيتقبلوش أن الأم ما تبقاش موجودة فالأم تقعد فترة ممكن أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع لازم الحضانة الكويسة تتعامل مع قلق الانفصال ده بشكل جيد جدا خلاص تعليم التحكم الحضانات بتعلم التحكم الإراضي في التباول والتبرز بيعلموا الكلام والكلام بالعربي مش أزمة ولا علامة نقص